وحول هذا الموضوع مشاهدين ينضم إلينا من بغداد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي دكتور علاوي مرحبا بك في نشرتنا وأشاكرا لوجودك معنا لهذا اليوم إذن مثلما تابعت حضرتك المسلحون أحرقوا ثلاث آليات عراقية تنقلوا شحنات للجيش الأمريكي كيف تقرأ هنا هذا التغيير في الاستراتيجية في الاستهداف يعني من استهداف السفارة والمشاءات الأمريكية بالصواريخ إلى قطع الطرق هذه المرة بريا وحرق شحنات أمريكية وأكيد أستاذ زيني الوضع العراقي حقيقة يحتاج من قضية الفصائل المسلحة الآن إلى حوار مفتوح تقوم به القوة السياسية العراقية والقيادات العليا في الدولة العراقية مع هذه الفصائل للأجل الوصول إلى حالة من التهدية أولا وكذلك بالمقابل إلى حالة من التسوية للوضع الأمني في العراق لا يمكن حقيقة ندفع الآن في الوضع الأمني مثل هذه الحادثة التي ظهرت حقيقة والالتباس الذي يجري حولها من أنها نشرت في موقع خاص بالفصائل موجود على التليجرام من أنها عملية أمنية موجهة ضد المصالح الأمريكية ولكن بالمقابل ظهرت بعد ذلك تأويلات لحد الآن لم يصدر بيار رسمي طبعا خاص بمن هو مصدر هذه الدفعة التي جاءت إن كانت مساعدات من قبل الجانب الأمريكي أو إن كانت هي أصلا عائدة إلى القوات الاستشارية التي تعمل هنا وبالتالي تم إحراقها مثل ما ظهر في البيانة الذي تبنى أحد الفصائل حقيقة على الموقع الإلكتروني في التليجرام أو كذلك بالمقابل لحد الآن الحادثة لم تتضح صورتها بالصورة الكلية وبالتالي عمليات أو عودة هكذا مستوى من العمليات يؤشر إلى أننا بحاجة حقيقية الآن إلى حوار وهذا الحوار لابد أن يكون لحدث وغاية أساسية هذا الحوار يوجه مع مر يعني هنا هذه الفصائل دائما ما تقول إنها تنتمي إلى الحكومة باعتبارها تابعة للحج الشعبي حتى إنها تأخذ رواتبها وامتيازاتها من الحكومة لكنها عندما تأتي إلى موضوعة استهداف القوات الأمريكية هنا هذا الاستهداف تقول إننا فصائل مقاومة ولا نتبع الحكومة في ذلك حتى إنها صعدت مرحلة أخرى وقالت إنها ستهدد الحكومة هذه المرة في حال وقفت في طريقها إذن حوار مع من تتحدث أنت دكتور علاوي لا أكيد حوار مع هذه الفصائل نفسها يجب أن يكون هناك قيادة سياسية شجاعة للذهاب بهذا الحوار من أجل وضع النقاط على الحروف هناك مساحة للدولة الآن يعمل عليها السيد الكاظمي ولا بد على القوى السياسية الشعية على وجه الخصوص حقيقة في أن تعينه في هذا الموضوع وفتح قنوات الحوار ممكنة ما دام أن هذه الأطراف هي قريبة من الأجهزة الحكومية والأمنية وكذلك قريبة من الأجهزة السياسية والبرلمانية فبالتالي هناك فرصة وممكن الآن العمل على هذه الفرصة في تطويرها وفي توسيعها أما الوقوف حقيقة صامتين أمام هذا الوضع الذي يدور حقيقة في العراق من دون حل أتوقع هنا الصعوبة وهنا القدرة على خلق مشاكل أخرى جديدة قد تنتهي بحالة صعبة جدا للوضع الأمني والسلم الاجتماعي في العراق نعم طيب انفلات هذه الفصائل المسلحة دكتور علاوي إلى أين سيودي بها؟ إلى أين سيودي بالعراق أصلا هذا الانفلات؟ هو أكيد عدم الانضباط وعدم احترام القانون سيؤدي بالوضع الأمني إلى أن يكون في مرحلة صعبة ومرحلة قاتمة ومرحلة قد تكون فيها تحدي لكن تبقى هنا الإرادة السياسية الإرادة السياسية ما زالت واضحة جدا عند القادة العام للقوات المسلحة الذي الآن وضع ميدانا واسعا للعديد من المفاهيم ممكن الآن أن يتم استخدامها والعمل عليها في بناء منظومة الأمن والاستقرار في العراق لكن بالمقابل الدولة هي قرار اجتماعي طيب أشكرك جزيلا شكر وأعتذر لانتهاء الوقت من بغداد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين دكتور حسين علاوي شكرا جزيلا لكم